لم تقف سطوة العشائر في العراق عند حدودها المجتمعية بعدما ضعفت سلطة الدولة بشكل واضح ولم تكتفي بنزاعاتها التي تندلع بين الفينة والأخرى دون رادع قانوني فقد باتت بعض العشائر التي تمتلك نفوذا سياسيا من خلال ارتباطها بأحزاب السلطة والميليشيات باتت تفرض إرادتها بالقوة على مؤسسات الدولة وتمارس أدوار أخرى تتعلق بعمليات تهريب النفط غير آبهة بسلطة أو قانون في البصرة التي تتمتع فيها العشائر بسطوة كبيرة أصبحت عملية تهريب النفط منهجة منذ عام 2003 تحت غطاء عشائري في كثير من الأحيان عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني قال إن تهريب النفط يتم يوميا عبر سوق كبير في المياه الإقليمية مشيرا إلى أن الدولة لا تستطيع السيطرة عليها بينما يؤكد عضو آخر في المجلس وهو حسام المنصوري أن العشائر في المحافظة باتت تمثل إقطاعيات اقتصادية حيث تسيطر على ملفات الطاقة وتهيمن على مواقع نفطية هذا الأمر دفع قيادة شرطة البصرة إلى إمهال عدد من العشائر التي قالت إنها تتحكم بالمواقع النفطية تحت غطاء أجنحة سياسية أمهلتها مدة أسبوع قبل أن تتدخل لفرض القانون بالقوة مهلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل فوضى أمنية عارمة وغياب لسلطة الدولة حيث تشكل العائلات النفطية والعشار الاقتصادية في البصرة تهديدا جديا لأهم شريان اقتصادي في العراق بعد تفاقب ظاهرة فرض الأتاوات من قبل بعض العشائر على الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالمحافظة والتي تضطر للدفع شهريا لتفادي نيران أسلحة تلك العشائر الأخطر ما كشفه نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي الذي أكد أن عمليات نهب نفط العراق بدأت منذ عام 2003 على يد الأحزاب التي تتصدر المشهد السياسي لافتا إلى أن قيادات في بليشات الحجد تعمل على تهريب النفط بأساليب سرية في المناطق المستعدة الأعرجي ألمح إلى قيام إيران بإرسال نفطها إلى العراق وإعادة تصديره من داخل البلاد عبر شخصيات وشركات تمنح لنفط إيران شهادة منشئ عراقية للإفلات من العقوبات الأمريكية لكن هذا التحايل كشفته واشنطن وهددت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض عقوبات على العراق كتلك المفروضة على إيران لكن عبد المهدي وحكومته والأحزاب الممثلة فيها لا يهمهم العراق ولا شعبه ما دامت طهران راضية عنهم